سعيد الآن المهندس مصعب يعني حط الكرة في ملعبكم أنتوا رجال الأعمال وقال هناك في مواد يريدوا الاستفادة منها طيب أنتوا كرجال الأعمال هل يعني من خلال وزارة تجارة والصناعة من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان من خلالكم أنتوا كرجال الأعمال كيف يمكن نحن نخلق فعلا يعني شركات إلى جانب الشركة الأساسية والشركات الأساسية الموجودة أن نستفيد من هذه المواد هل عندكم الرؤية هذه؟ أولا أنا يسعدني هذا الكلام الذي قاله الأخ مصعب نحن نتوجه إن شاء الله أن نقيم معرض لفرص الاستثمار ونقدم دعوة لمستثمرين من خارج السلطنة أنا قبل أربعة شوار أو خمسة شوار وجهت رسالة من الغرفة إلى جميع الشركات الموجودة إيش الفرص الموجودة ممكن الواحد يستثمرها ومن ضمنها أوروك كمشتقات أنا ما ردوا علي عشان أعرف فأتمنى أنه يردوا علي هو رد عليك الحين في الليل؟ لا أنا أريده رسمي أنا رجل منتظر كان البرنامج عشان يرد عليك أنا أريده رسمي ويعطونا إيش المواد في إيش تستعمل وإحنا بنبدأ كغرفة نعمل دراسات عليها وعلى ضوء الدراسات بنطرحها للأخوان لأبناء البلد أولا لأننا كغرفة مستعدين حتى ندعم بما بالغ هذه الدراسات من خلال مخصصات مالية خصصت لنا من مجلس إدارة الغرفة فإحنا مستعدين أن نقدم لهم الأولوية لهم في حالة إذا ما أمكن هذه مشاريع كبيرة إحنا بنعرضها للاستثمار فإحنا نطالبوا بهذا الكلام الذي ذكره الحين نطالبوا أن يرد رسمي علينا وهذا التزام هذا في تعطيب يعني خلي يعقب هو أو الشيء لا لا بالتعطيب لأنه هو اللي يتحدث عنه هذه مواد خطرة ومصنفة كمواد خطرة يعني التعامل معها الآن هي شركة وطنية هي الشركة التلبية العمانية القابضة هي اللي ستتعامل مع هذا المشروع هذه شركة جديدة؟ لا الشركة العمانية الشركة العمانية القابضة شركة حكومية هي معنية بعملية إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الخطرة لأنه سيكون في مردم وطني وهذا المردم الوطني للتخلص بمخلفات الخطرة راح يستوعب جميع هذه المخلفات وعملية الاستفادة منها من خلال التدوير والتشغيل جيد وبالتالي هي جانب يعني أردي فيه راحت الفرصة علينا قبل لا تبخرت هو أنا أحب يعني هي نفايات أو مشتقات هنا الفرق إذا كان مشتقات ممكن عمل صناعة منها وأتوقع عندهم يعني إحنا بعد ما نعذره لأنه موجودة جاتني أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع ودائما بصفة شخصية بحكم العلاقة الجيدة اللي فيما بيننا كغرفة مع الأخوان يمكن أنا مصعب ما أتواصل معه في الأمور الصغيرة أتواصل مع الأخوان وكلهم متجاوبين دائما لما يجينا شخص أنا أريد المادة الفلانية المشتق الفلاني من النفط أنا أتواصل مع الأخوان ويفيدوننا بصفة مستمرة لكن إحنا الآن مدام فتح هذا الباب ما أريد نتكلم اليوم نسأل عن الموضوع الفلاني وبكرة عن الثاني وبكرة عن الثالث أتمنى الأخ مصعب أن يزودنا بإيش هنا اللي موجود المشتقات اللي ممكن تعمل منها صناعة أما إدارة النفايات والتخلص منها هذا قانب آخر وأيضا إذا ما وجدت شركة محلية أو شركة عملت مثلا اتحاد مع شركة دولية من أبناء البلد يعطى هو ليش الحكومة حينا الآن ترى نشتكي من موضوع المنافسة الحكومة نتمنى أن تعطى الأولوية لأبناء البلد الحكومة تشوف إذا أنتم ما قدرتوا يتقوم بإيش المشاريع إن شاء الله أبناء البلد قادرين بس يعطوا الفرصة ويطلعوهم على هذه الخبايا اللي ما حد يعرف عنها أنا نتمنى أن لهم الأولوية مثل ما قلنا إننا نريد أبناء البلد يحسوا بقدر المستطاع من فايدة الميناء ما نقول ما فيه فايدة نقول فيه فايدة لكن يظل الإنسان طماع ينظر إلى فوائد أكثر وتعميم الفايدة أنتم ما طماعين طموحين صحيح وتعميم الفايدة على أكبر عدد أنا عن نفسي ما أتمنى أنه الأعمال اللي موجودة داخل ميناء المنطقة الصناعية يحتكرها على خمسة أو عشر أو عشرين أتمنى ألفين وثلاثة وعشرة وأكثر من كذا على فكرة نحنا فقط يعني بغينا نقول نحنا بروحي للشق الاقتصادي نحنا يعني وفقا لتقرير مكنزي عندنا يعني افترض من من الآن حتى عام الفين وعشرين يجب أن نوفر نصف مليون فرصة عمل للشباب العماني ونوعية معينة من الأعمال وبالتالي كلامك صحيح تفضل كمت نعم فكل ما زاد المستفيدين من الفرص الموجودة داخل ميناء كان فيه رضا أكبر على المشاريع اللي موجودة فبيكون فيه رضا فنتمنى أنهم يركزوا على هذا الجانب لأن مهما كان وأنا دائما نقول هذا الكلام أن الحكومة ما تستطيع أنها كل على السنوات اللي قدام أنها مخرجات التعليم توظفهم صحيح فهذا واجب على القطاع الخاص وإحنا نناديه لكن في ظل معطيات أنه لابد تتوفر مع القطاع الخاص عشان يستوعب طبعا نحن نأتي إلى الجانب الاقتصادي للمشروع مصعد سعيد طلب وعد منك أنكم تعطوهم كل المتوفر لديكم ما تعطوا كل ما يسألوا سؤال تقوموا تردوا عليهم لا يعني خلاص في جدولة معينة من خلال كتيب متكامل تقدموا لهم الغرفة هو حقيقة فيه كثير من يعني الشركات التي تواصلت معنا مباشرة كذلك بصوص هذا الموضوع في بعض المشاريع بدأ تنفيذها والحين شغالها مثل مشروع هو يأخذ مننا الكبريت اللي حين استخلصوا من البترول اللي ما نريده ويحول الكبريت هذا إلى سماد وموجود مشروع قائم في صحار كذلك وبالتالي هذا مشروع بدأ يعني راح توفروا لهم المعلومات كاملة يعني إذا إذا تيجينا شركة وعندها اهتمام بمادة معينة احنا مستعدين هم يقول الغرفة الآن حسب ما عرفهمنا السعيد يعني الغرفة تكون المعلومات متوفرة لذلك يعني تكونوا انتوا شفافين وبالتالي حتى من موقعكم يعني أن تكون المعلومات متوفرة الموقع الإلكتروني موجود في كل المنتجات تنتجي لحوالي 13 منتج تنتجي الشركة اليوم وكل المنتج موجودة في الموقع تيجينا الشركة تطلب تقول أي منتجات تحتاج بأي كميات وحن ندرس الموضوع ونخاطبها كذلك طيب تسمى الصناعات تحويلية يعني اللي هي تنتج من منتجات المصفى نفسها إذن المعلومات إن شاء الله ستكون متوفرة من عام 2013 هناك تحول تغيير يا سعيد إن شاء الله إن شاء الله طيب أعزائي المشاهدين متواصلي معكم وطبعا نذهب إلى المحور الأخير وهو القيمة الاقتصادية للمصافي في السلطنة ونسبة مساهمتها في الدخل القومي للبلاد ابقوا معنا أهلا بكم من جديد ونذهب مباشرة إلى المحور الأخير وهو القيمة الاقتصادية للمصافي في السلطنة ونسبة مساهمتها في الدخل القومي للبلاد وأنا أتي إليك يا سعدة ناصر ما هي القيمة الاقتصادية للمصافي في السلطنة بشكل عام ومصفات صحار بالتحديد ومدى مساهمتها في الدخل القومي للبلاد المصافي المهمتها الأساسية هي توفير المنتجات النفطية للسوق وتلبية حاية السوق المحلي من هذه المنتجات هذا طبعا الهدف الأساسي من إنشاء المصافي مقابل طبعا بدلا من الاستيراد بإمكان طبعا أي دولة أن تستورد هذه المنتجات لكن وجود المصفى داخل البلد يضيف أيضا فرص أخرى يخلق فرص وظيفية للمواطنين وأيضا يوطن هذه الخبرة داخل البلد بالإضافة إلى أن هناك أيضا أعمال أخرى تنشأ عن المصافي وكما ذكر أيضا من بعض الإخوة في السابق أن مصفات صحار كانت هي النواة للصناعات التي نشأت في ميناء صحار الصناعي وأيضا بعضها في المنطقة الصناعية فوجود المصفى كأساس ونواة للصناعات الأخرى هي كانت من أوائل الصناعات التي قامت في الميناء نشأ حولها كثير من الصناعات فهناك قيمة مباشرة تقدمتها المصفى من حيث الفرص الوظيفية والعقود التي قدمت للمواطنين والشركات المحلية بالإضافة إلى ذلك أنها أيضا خلقت صناعات أخرى مثل الصناعات البتروكيماوية التي نشأت مشكل مباشر والصناعات الأخرى التي جاءت أيضا كخدمة بشكل رئيسي للمصفى مثل مصنع الغازات الصناعية في المخازن storage tanks التي هي موجودة في الميناء فحقيقة لها قيمة اقتصادية كبيرة وكما ذكر الأخ سعيد أنه أيضا لكل شعر ويشعر بالطفرة الاقتصادية التي ظهرت في شمال الباطنة نتيجة قيام هذه الصناعات في الميناء طيب إذا سألتك بشكل مباشر يعني نسبة المساهمة في الدخل القومي من خلال شركة أوربيك حسب الإحصائيات لا أدري حقيقة ما دادقتها لكن يشاري لأنها تمثل حوالي نصف المية من الناتج المحلي نصف المية نصف المية وهذه حقيقة نصف المية هي نسبة ليست صغيرة مقارنة بحجم الناتج الإجمالي للسلطنة وتأتي من مشروع معين مشروع واحدة أو شركة واحدة فهذه متعتبر مساهمة كبيرة جيد طيب المهندس مصعد يعني أبرز محاور لإستفادة من شركة أوربيك التي تأتي مصفات صحار أيضا ومصفات مينالفحل ضمن مجموعتها طبعا يوناط اليوم بشركة أوربيك إدارة أربع مرافق رئيسية في عمان مصفات مينالفحل مصفات صحار مصنع الأطريات البتريكوماوية ومصنع البوليبروبلين طاقة الاستيعابية للمصافي حوالي 222 ألف برميل في اليوم يعني ما يمثل تقريبا من 15 إلى 20% من إنتاج السلطنة من النفط الخام يأتي إلى أوربيك للتصفية واللي خلق صناعات تحويلية جديدة وكذلك ننتج حوالي بليون طن في السنة من المواد الأطريات البتريكوماوية التي تستخدم في صناعات البلاستيك وكذلك نفس الشيء ننتج ما يقارب 250 ألف طن من مادة البوليبروبلين وهي مادة بلاستيكية تستخدم في كثير من المنتجات طبعا عندنا 1600 موظف منهم 73% عمانيين موظفين العمانيين في وظائف قيادية ووظائف فنية ووظائف مساندة كذلك عندنا خطة في العوامل القادمة إن شاء الله أننا نأخذ متدربين مهندسين وفنيين حوالي 300 متدرب في الخمس سنوات القادمة وبالتالي عملية الإحلال وكذلك المساندة يعني توسعات الموجودة في عمليات التشغيل الموجودة في صناعاتنا طبعا نحن يعني نرى أن نحن عندنا واجب وطني من ناحية توطين الخبرات هذه التي تكلم عنها سعادة نصر الجشمي توطين الخبرات في مجال صناعة النفط والبتريكوماويات وبالتالي شركة أوربيك لها دور كذلك في عملية تدريب اليوم في صباح اليوم كان في احتفال في وزارة النفط والغاز بتخريج فوج متدربين تابعين شركة الغاز العمانية حوالي 50 متدرب كلهم تلقوا تدريبهم في شركة أوربيك وبالتالي شركة أوربيك تقدم خدمات تدريب كذلك لشركات أخرى وبالتالي لنا نفس الشيء لنا دور في مساعدة الشركات الناشئة الموجودة في السلطنة سواء كانت مشاريع جديدة في مناطق أخرى بالتدريب وتأهيل الفنيين حتى يبدأوا العمل لأن طبعا مصفات من الفحل موجودة من 30 سنة وبالتالي خبرات موجودة في الشركة طبعا هذا كله لازم يرادفه نفس الشيء دور حيوي محلي في المناطق التي نعمل فيها ففي عام 2012 بدأنا مبادرة جديدة اللي هي مبادرة جسور اشتركنا فيها مع كبرى شركات المنطقة اللي هي شركة سحارة لمينيوم وشركة فالي عمان لخلق مؤسسة تكون قريبة من المجتمع لتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع مشاريع اجتماعية ذات طبيعة مستدامة تخدم المجتمع وفي 2012 مع أن هذه المؤسسة حديثة العهد نفذنا أكثر من 15 مشروع في المنطقة وبالتالي نرى جسور كفكرة أو كمشروع يساعدنا ساتي فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية في سياق هذا المحور لكن أذهب إليك محمد أنتم في وزارة البيع وشؤون المناخية كيف يمكنكم المساعدة في تعظيم فوائد المصفاه وأيضا الشركات التابعة للمصفاه والتقليل من التأثير البيئي للشركة في نفس الوقت مثل ما ذكرت سابقا أن عملية التواقد البيئي في المنطقة الصناعية خلق نوع من التواصل والترابط عن قرب لمعرفة نوعية هذه المشاريع وطبيعة عملها وطبيعة تشغيلها والتزامها بالاشتراطات والضوابط البيئية وبالتالي هذا أوقد آلية مناسبة أيضا لعملية الاستفادة القصوى من ما هو موجود في عمليات التشغيل بالنسبة لهذه المصانع من خلال أن حثها وإلزامها بعملية الالتزام بالمعايير والضوابط البيئية في أنها تستفيد قدر الإمكان من كل ما هو موجود داخل في عمليات التصنيع يعني اليوم لما نتكلم مثلا عن بعض المخلفات التي تنتقها بعض المصانع وبالتالي إلزام هذه الشركات المنتقة لهذه المخلفات بعملية التخلص القيد منها يدفعها في أنها تستفيد من هذه المخلفات في عمليات تشغيلية أخرى وبالتالي هذا يعمل على إضافة اقتصادية وقيمة اقتصادية أخرى لطبيعة ونوعية المشروع وبالتالي هنا تواجد الوزارة من خلال مختصينها وخبراها أو قد نوع من التفاعل والتكامل بالنسبة لعملية التفعيل وتشغيل هذه المصانع بما يتوافق والعمل المناسب من ناحية البيئة طيب سعيد العوائد الغير مباشرة للمصفاه وميناء صحار الصناعي هل انعكست على السكان وماذا تطالبون بالتحديد لرفع المشاركة الاقتصادية أيضا الإسهامات إسهامات أوربيك وشركات الأخرى في مسألة دعم المؤسسات الاجتماعية المدنية أنا أولا أحب أن أتطرق على موقع الميناء لأنه كثير يصير عليه جذل إحنا لما نقول ميناء لابد يكون موقع على البحر وشريط ساحل الباطنة دو كثافة سكانية ما في موقع يخلو من السكان على سب الموقع فإذا جينا نختار موقع لميناء ما في كثافة سكانية أتوقع أنه لازم نروح الوسطى وهنا بتتركز المشاريع أغلبها في مكان واحد وما تتماشى مع سياسة الحكومة في توزيع الأنشطة الاقتصادية في البحر فمفروض علينا مكان على البحر في الباطنة على أساس أنه الناس تستفيد وتلقى منه تلقى خيره لكن صاحب هذا الخير شيء من الشوائب مثل اللي ذكرناه وهذا إن شاء الله الشوائب كلها بتروح حسب الوعود الآن نتمنى أنا أتمنى الأخوان بشكل عام في المحافظة أنه يتعاملوا مع الميناء كواقع لأنه ما ممكن اليوم بعد المليارات اللي تصرفت في الميناء ينشأل الميناء هذا واقع لابد أنه نرضاب ونتعامل معه بإيجابياته وبسلبياته ولسه كان محافظتي الشمال وجنوب الباطنة وحتى العمانين كلهم ووافقونكم تشلوا الميناء من هناك هو يمكن إذا صارت أصوات فهي أنا أتوقع عنها ضيلة لأنه لو صار الآن خاصة دعم كثير لكن نركز أنه نريد دعم أكثر لأنه الآن الأغلبية ينادي والله أنا ما لقيت فرصة الأولوية لفئة معينة جنسية معينة أو لفرصة تروح خارج السلطنة نحن نتمنى تكون في شفافية أولا تكون في شفافية من كل الشركات لعرض الفرص الاستثمارية الموجودة إعطاء الأولوية للمشاريع الموجودة في البلد لأبناء البلد إعطاء الأفضلية في الأسعار في نوعية المشاريع نتمنى أيضا من الحكومة ما تكون دعم المشاريع متوسطها شعارات ما تلامس أرض الواقع شعار لما نقول تدعم أبناء البلد لابد أن يدعم بقوانين وبنظم يعطى للرؤساء التنفيذين أو المسؤولين العقود على أساس تكون معهم شيء من الأرياحية في إرساء بعض العقود على أبناء البلد لأن مثل ما اتطرقت سابقا يوجد أجهزة حكومية تسائل هذا الأخوان ومتى ما وجدت هذا السؤال في ظل تقاوزهم هما هذه مشكلة بعد ضرر عليهم ففكرة المعرض هذا نوجه دعوة لتكراره سنويا وحنا حقيقة يعني في دعم شفاهي من مصعب لتكراره سنويا لكن أيضا نريد التزام من كل الشركات الموجودة هناك بتكرار هذا المعرض ويعطى شيء من الشفافية للعقود الموجودة ودعم أبناء البلد حتى لو تدريبهم على إنشاء هذه المصانع لأن إذا ما توجهت الحكومة وتوجهت الشركات وتوجهت كل المجتمع إلى ثقافة العمل الحر بحيث أن ننشئ شركات منتوسطة وصغيرة وندعم الأخوان المتفرغين للعمل التجاري ندعمهم لإيجاد فرص لإيجاد فرص أكثر من خلال تأسيس هذه الشركات فنتمنى هذا الدعم يستمر سواء من الحكومة أو من الشركات طيب ساتك نتمنى هذا الدعم يستمر سواء من الحكومة ومن الشركات أيضا وسعيد طالب أيضا بشفافية فيما يتعلق بالمشاريع التي قد تكون متوفرة في المشروع بحيث أننا فعلا نتحول من فقط أن نبحث عن عمل ولكن نكون أساسا نقيم شركات نؤسس شركات والآن الاتجاه الحكومي واتجاه الدولة حول دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كيف نستطيع خلق معادلة من هذا النوع من خلال جميع المؤسسات في الدولة من خلال الغطاء الخاص المجلس العلا للتخطيط الغرف إلى آخره أن نحن نوصل فعلا عندما ننشأ مثل هذه المناطق الصناعية الكبيرة الضخمة بالتالي تكون الاستفادة مباشرة على المواطنين أعتقد هو بلا شك التخطيط المسبق التخطيط دائما إذا الإنسان خطط بشكل مسبق يتفادة كثير من المشاكل ولكن في هذا المجال فيما يتعلق بمساهمة المجتمع في الأنشطة تم حق نهاية العام الماضي تأسيس لجنة بوزارة النفط والغاز يسمها لجنة رفع القيمة المحلية في قطاع النفط والغاز برئاسة وكيل وزارة وعضوية الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في قطاع النفط سواء فيما يتعلق بالإنتاج وأيضا بالمصافي وأوربيك أيضا هي عضو في هذه اللجنة وتجتمع هذه اللجنة شهريا من أجل وضع استراتيجية لكيفية رفع القيمة المضافة ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بقطاع النفط والغاز لأنه هذه أيضا تم تشكيل اللجنة بناء على الدراسة أعدتها أيضا للوزارة سابقا ووجدنا أنه يكاد يكون حوالي سبعين إلى ثمانين في المية مما يصرف في قطاع النفط والغاز يخرج خارج البلد وهذه حقيقة يعني مشكلة بحد ذاته طبعا لأنه أي مبلغ أو أي ريال يتم صرفه داخل الاقتصاد العماني يعني يمر بدوره صحيح ويكون له ما يسمى بالمضاعف القيمة المضاعف نعم ويخلق فرص عمل وظائف كثيرة والآن حقيقة هذا الآن ما أخذ اهتمام من قبل الوزارة وتم إرسال فريق أيضا من اللجنة زار عدد من الدول لتعرف على تجاربهم وكيف تم رفع قيمة مساهمة الأنشطة الخاصة والقطاع الخاص في النشاط هذا والحقيقة عندنا الآن برنامج مدروس وعيننا استشارين حوالي أربع شركات استشارية الآن قائمة بدراسة هذا الموضوع بحيث يتم العمل به وفق أسس منهجية وأيضا تخطي وأيضا تفادي السلبيات اللي يمكن وقعت فيها بعض التجارب في دول أخرى فالحقيقة هذا الآن أمر يعني يحظى باهتمام كبير جدا ونحن عازمين على تحقيقه وقامت أيضا معظم الشركات الآن قامت بتعيين مدراء في مؤسساتها ليسمى يمكن أقوله بالإنجليز يسمى ICV Manager In Country Value Managers اللي هم في الشركات المدراء المختصين برفع القيمة المضافة اللي متابعة تنفيذ سياسات وما تقره هذه اللجنة وتم حقيقة بداية لهذه السنة مؤتمر تم دعوة فيه كثير من الخبراء وشارك فيه حوالي 500 شركة من قطاع الخاص وتل المؤتمر أيضا معرض للفرص اللي متاحة في قطاع النفط للشركات يمكن على غرار المؤتمر اللي أشار له الأخ سعيد اللي رح يعقد تاريخ 27 من الشهر فالآن هذا موضوع حقيقي يحظى بجل اهتمام من كافة الأصعدة جيد المهندس مصعد طبعا نحن نأتي إلى أنت بغير تتكلم عن جسور على كل حال لكن يعني عندما أتحدث عن المسؤولية الاجتماعية لأوربك يعني أنت تتحدث قبل قليل ولكن هل تعتقد أن هذه المسؤولية كافية دوركم هل هو كافي يعني وماذا بشأن العاملين العمانيين في الشركة من حيث العدد وهذا ما الذي ذكرته 1200 ولكن نوعية الوظائف نحن نريد نعرف يعني أنه أيضا الراتب عندما يأتي يعمل قيمة مضافة في الاقتصاد مثل ما ذكر سعادة ناصر الآن ماذا يشغلون هؤلاء العمانيون مثل ما ذكرت أن العمانيين في الشركة يشغلوا وظائف فنية ووظائف إدارية ووظائف قيادية كذلك فنسبة العمانيين في الشركة هي غير 73% ونحن يعني فخورين بطبعا الشباب الشباب اللي هما قدروا استطاعوا في فترات وجيزة أنهم هما يتعلموا مهارات فنية عالية ويصبحوا مشاغلين لوحدات ذات تقنية متطورة خلنا سألك فيما يتعلق بنسبة المشاغلين والفنيين والمهندسين كم نسبتهم من الواقعين؟ يعني يعتمد من وحدة إلى أخرى لكن أعطيك مثال منصفات ميناء الفحل أكثر من 90% من المشاغلين هم العمانيين ورواتب جيد طبعا والله عدت تسأل الموظفين نفسهم لا أنا سألتهم عليهم خير مبسوطين طبعا في عندهم بعض التساؤلات ما رد أقولها الآن ولكنهم مبسوطين يعني واتبكم جيد نعم الحمد لله طبعا أنا بغيت أكد على الموضوع يعني ما رفض إذا في مجال أتكلم شوية المسؤولية الاجتماعية لأوربيك لكن نحن نرى أن من أهم يعني أنت ما قتلي بالنسبة لي أنت قتل من الفحل من الفحل لأن المصفى يعني صار ما مدة و90% لكن كيف بالنسبة لمصفات صحار قبل ما تتحدث نعم مصفات صحار أكثر من 70% من المشاغلين هم العمانيين 70% نعم وتم تدريبهم هنا على رأس العمل تم تدريبهم هنا في مصفات من الفحل طبعا مصفات من المحل تعمل كمركز تدريب ليست فقط للمشاريع الموجودة داخل أوربيك لكن حتى المشاريع اللي هي خارج أوربيك قمنا بتدريب نفس الشيء عمانيين للعمل في مصنع الأسمدة في صور شركة العمانية الهندية للسماد وقمنا بتدريب عمانيين يعملون اليوم في شركة الميثانول في صلالة وقمنا بتدريب عمانيين لشركة الغاز العمانية فمصفات من الفحل هي كذلك مركز تدريب وطني في هذا القطاع طبعا في مصفات صحار العمانيين تدربوا البعض منهم في مصفات من الفحل لكن بعض منهم كذلك أرسل للخارج في دورات تدريبية طويلة حتى في كوريا وغيرها في اليابان وفي مصنع الأطريات كذلك أرسلنا متدربين إلى إيران وغيرها طيب هل لكم علاقة مباشرة مع بعض الجامعات والكليات في السلطنة بحيث أنهم يفتحوا خط تدريبي أو تعليمي أو منهجي معين للشباب العماني؟ طبعا في عدة مبادرات من هذا النوع طوال الحديث عنها لكن أنا أعطيك بعض الأرقام نحن في السنة هذه في الصيف من ثلاثة أو أربع شهور تدربوا عندنا 450 عماني طبعا معظمهم يدرسوا في كليات وجامعات محلية وبالتالي يساعدهم في أربع استسابيع يتعرفوا على الصناعات وكيفية العمل فيها داخل هذه المصانع طيب نحن الآن في نهاية الحلقة ماذا تريد أن تقول أن نحن إن شاء الله خلال طبعا جملة الكلام أنه 2013 نحن نسير من 2013 الآن وإلى خمس سنوات قادمة فيما يتعلق بمصفات صحار والمصافي جميعها ما الذي سيحدث إن شاء الله من تغييره طبعا هو نستكمل الخطة التي بدأناها في 2013 إن شاء الله وكذلك نعمل جهود حثيثة لعملية تسريع إضافة الوحدات الجديدة تكلمنا عنها وبالتالي هذه الوحدات تستعدنا تغلب على التحديات الفنية بشكل نهاي وصناعة المصافي والبتروكماويات تساهم بشكل كبير إن شاء الله في خلق صناعات تحويلية إضافية في المنطقة والبلد كذلك وخلق فرص عمل التي تكلمت عنها وبالتالي نحن فخورين بكون جزء مهم في هذه المنظومة ونرى أن نحن في مصافينا ومصانعنا ننتج مادة أساسية يستهلك المواطن العماني بشكل يومي وإن شاء الله ستستمر هذه المنتوجات وأنا أتمنى إن شاء الله كذا بعد سنتين عندما نلتقي أو سنة يمكن حتى لما نلتقي تقول 90% من الشباب أيضا في مصفات صحار هم من العمانيين العاملين في العمل الهندسية وفنية سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز شكرا جزيلا لك على المشاركة المهندس مصع بن عبدالله المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العماني المصافي والصناعات البترولية أوربيك نتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا لأستاذ محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام الشؤون البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية وشكرا أخي سعيد بن صالح الكيومي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس فرعي صحار والرستاق وكل الآمال والتطلعات إن شاء الله ستكون متاحة وفي نفس الوقت بإذن الله الوعود قطعها الآن المهندس مصعب من خلال الحلقة وإن شاء الله تكون منفذات إن شاء الله عزيزي المشاهدين الأسبوع القادم نلتقي ما موضوع آخر تحييتا لكم وفي مال الله وكل عام وعمالنا الحبيبة بألف خير في مال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة